إن لله أهلين من الناس وإنه لكتاب عزيز انظروا وتأملوا ماذا يقول القرآن عن القرآن إذا أراد الله أن يهدي العبد حبب إلى قلبه القرآن أهل القرآن أهل الله وخاصته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحمة بكم أعزائي المشاهدين من جديد في هذه الحلقة المتجددة معكم من برنامجكم على مأدوبة القرآن تكلمنا في حلقات سابقة عن التفسير معناه ونشأته ومراحل تدوينه وإلى آخره ونتكلم إن شاء الله عن أمور كثيرة أيضا متعلقة بالتفسير وذكرت لكم أن المسلمين في الصدر الأول ما تعاملوا مع قضية التفسير بشكل اعتباطي بالعكس كانوا دقيقين جدا في التعامل مع التفسير المفسرين وكان عندهم حرص على النظر في من يأخذون عنه هذا العلم وهذا في حد ذاته كان سبب من أسباب حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب وذكرنا شروط حطوها المفسر منها ذكرنا قضية صحة الاعتقاد منها قضية أن يكون متجرد عن الهوى منها أنهم كانوا ينظرون في مدى ارتباطه بالقرآن الكريم من ناحية التفسير بحيث أنه ينظر هل هذه الآية جاءت مفسرة في القرآن أم لم تجئ ثم بعد ذلك من القواعد اللي يذكرونها أنه ينظر في التفسير في حال عدم وجود تفسير للآية من القرآن نفسه أنه ينظر فيه في سنة النساء هل نساء الله سلم قال فيه بشيء هل مثلا نساء الله سلم فسره بموقف هل مثلا جاء سؤال نساء الله سلم فأجيب عليه بالآية فكانت الآية كأن فيها دلالة على معنى معين ينظر فيه السنة والسنة النبوية لها ضربين أما تكون أو ثلاثة أضرب عشان تفهم شنو يعني سنة لأن كثير من الناس يفهم أن العلماء رحمه الله يتكلمون العنى عن السنة يقصدن بها فقط الأحاديثة التي رويت انه بشكل مباشر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للصحابي مثلا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي بالنسبة له بمفهوم الدليل من السنة وهذا كلام غير صحيح العلماء لما تعاملوا مع السنة من ناحية الاستدلال تعاملوا مع السنة على أنها ثلاثة أحوال يعني السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاثة مراتب أما أن تكون سنة قولية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذه كثيرة وأكثر ما يستدل به على الأحكام وأكثر ما يستدل به على الحوادث وأكثر ما يستنبط من معاني معينة هي هذا النوع من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكن في أمور ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها يعني لو أنت الحين تبغي تجي على حديث يوصف لك الصلاة بالكلام كلها تفصيلا بمعنى أن والله الركوع كذا والسجود يقال فيه الركوع يكون كذا ويقال فيه كذا والرفع يكون بكذا ورفع يدك بعد الركوع ولا لا ترفع يدك ثم بعد ذلك قل كذا ما فيه ما بتحصل لو تحفص عشر سنين ما تحصل ما في حديث النساء والسلام قاله بهذه الطريقة في أحاديث مفرقة في بعض الأذكار وتذكر بعض الأوصاف لكن أكثر أحاديث الصلاة اللي هي ركنك اللي أنت قايم به ليل نهار خمس مرات اليوم رويت عنه صلى الله عليه وسلم من باب الفعل وليست من باب القول يعني نساء الله عليه وسلم كان يصلي وكانوا يشوفونه شلون يصلي ويصلونه بصلاته وكان نساء الله عليه وسلم صلاته لا هي بالإسرار ولا هي بالجهر صلاته اللي بينه وبين نفسه فكانوا يأخذون من هذه الصلاة الأذكار يسمعونه يجيسون جنبه ويشوفون صلاته ويسمعونه شي يقول ويحفظون عنها الأذكار وينقلونها لنا فالصلاة كانت قضية فعلية الحج ما في حديث واحد من نساء الله عليه وسلم قال لنا فيه شون الحج الحديث المروي في الحج هم من رواية جاء بن عبد الله وغيرها طبعا لكن جاء بن عبد الله هو اللي روى الحديث الطويل في الحج رواه عن حج النساء الله عليه وسلم كيف كان فقط قال كنا مع النساء الله عليه وسلم وحجينا وصار كذا وصار كذا رواه كخبر رواه كخبر والعلماء بنوا عليه نموذج الحج اللي اليوم الناس تحج عليه فالسنة مش بالضرورة تكون فقط قال رسول الله وهذا فيه تضييق الاستدلال الشرعي العلماء رحمهم الله في استدلالهم للأحكام وفي استنباطهم للأحكام من هذه الأدلة فهمهم للدليل ما كان قاصر بالطريقة اللي انت اليوم يقولك ها هذي مسألة ما عليها دليل مش دراكنا ما عليها دليل يعني معقولة علماء الإسلام اللي كان مشهود لهم باتباع الدليل مثل الإمام أحمد والشافعي هذو كلهم إمة حديث أصلا يعني إمام أحمد إمام حديث الإمام مالك إمام حديث الشافعي من إمة الحديث كل هذوله وطلابهم اللي يخذوا عنهم الحديث والفقه هذي لأن كلهم بنوا مسائلهم على غير دليل هالشكل أنت تصورك وظنك بأهل العلم هذا فيها غبن لهم وفيها استهزاء بمكانتهم العلمية واستخفاف بعقولهم لكن أهم مفهوم الدليل عندهم كان أوسع من مفهوم الدليل عندك أنت فهم عندهم السنة أما تكون قولية وأما تكون فعلية مثل ما ذكرنا في قضية الصلاة والحج وأما تكون عندهم سنة تقريرية شنو يعني تقريرية يعني مساء الله سلام شافها وأقرها وما أنكرها ومو بشرطة تكون سنة بالمعنى أن فعلها يؤجر الإنسان عليه لا ولكن فعلها مضاح ممكن يكون هذا الإقرار من نساء الله سلام لهذا الفعل إقرار الغرض منه الإباحة بس مش الغرض منه الفعل نفسه من نساء الله سلام يعني ما فعله لأنه ما يستحب من نساء الله سلام يوم من اليوم قدموا له لحم ضب لحم ضب من نساء الله سلام ما كان الضب منتشر فيه عند أهل مكة كطعام وخالد وليد يأكل منه وخالد وليد بحكم سفره وقتاله والمعارك اللي خاضها وكذا فتعود من أهل البادية وكذا اللي كانوا يأكلوا مثل هذه الأكارات أن يأكلها ونفسه تستسيغ الضب ما عنده مشكلة لكن نساء الله سلام ما تعود عليه فلما قدموا مد يده خالد ليأكل رأى أن نساء الله سلام ما مد يده يعني ما استساغه فقال رسول الله حرام هو يعني خالد إذا كان حرام ما نأكله قال لا لكنه لم يكن بأرضي قومي مه حرام لكن أنا ما تعودت عليه يعني ما بأكله فأكل خالد وأكل غيره من الصحاب ونساء الله سلام ما أكله ونساء الله سلام أقرهم على الأكل وكأن الموضوع مباح وكيف كون وندخل يوم من الأيام واحد على نساء الله سلام دخل واحد إلى المسجد فرأى نساء الله سلام في الركوع فكبر هو يمشي كبر يعني هو داخل في الصف يعني يليحي ما استوى في الصف كبر كبر والركع وهو راكع مشه شوي عشان يساوي نفسه بالصف فإنه صلى الله سلام لما بعدين جاء يا سلام سلام ما أخبر به فقال له أنه صلى الله سلام زادك الله حرصا زادك الله حرصا على الصلاة ولا تعود يعني لا تعود لمثل هذا الفعل إذا جيت للمسجد تعال وعليك السكينة ما أدركهم فصلوا وما فاتكم فقضوا يعني لا تستعجل على إدراك الركعة تعال واستوفوا الصف وإيش ما أدركت من الصلاة يكفيك والباقي يقضى وخفف الله عنك عبء أنك تسرع وتركض وهذا عشان تدرك الصلاة فإنه صلى الله سلام نهاه عن تكرار الفعل بس ما قال له عيد صلاتك فدل هذا الدليل عند أهل العلم على أن من فعل هذا لا تبطل صلاته ولكن فعل خلاف الأولى الأولى أن يأتيه فهذا كان كأن النساء عليه وسلم عدم أمره له بإعادة الصلاة فيه دليل على أن صلاة هذا لم تبطل فهذه كلها من السنن النساء عليه وسلم ما يكون قالها ممكن يكون فعلها ممكن يكون شافها وما قال لهم عيدوها ولا قال لهم والله مثلا فعلكم هذا خاطئ وإنما بيّن لهم وجه من الوجوه مع تصحيح هذا الفعل فهذه كلها أمور ينظر فيها المفسر عشان يستنبط معنى الأهاية إذا ما وجدها في القرآن بحث في سنة النبي عليه السلام طيب ما وجد تفسير لهذه الكلمة في القرآن أو ما وجد بيان لهذا المعنى في القرآن في موضع آخر ولا في سنة النبي عليه السلام لأن النبي عليه السلام مثلا قد يكون محتاج إلى بيانها محتاج إلى بيانها لأسباب كثيرة ذكرنا هذه القضية في حلقة سابقة منها أن القرآن نزل بلسان الصحابة أصلا فهم كانوا يعرفون معانيه أو نزل هم يشوفونه ويعرفون أسبابه فمحتاجوا إلى بيان بعض أموره لأنهم كان القرآن أصلا مفسر بالنسبة لهم بالحوادث أو باللغة إذا ما وجد في كلام نساء السلام شيء المفسر اللي جاء متأخر أنا أتكلم عن نسور الصحابة وما وجد في القرآن شيء يأتي إلى كلام الصحابة أنفسهم كلام الصحابة أنفسهم في بيان هذه القضية وهذا مهم ليش اليوم إحنا ما زلنا متمسكين بأقوال الصحابة وإحنا في القرن الـ 21 أو في القرن الـ 15 بالنسبة حق قرن البعثة أو الهجرة ليش نحن ما زلنا متمسكين بأقوال الصحابة هذه قضية مهمة نتكلم عنها إن شاء الله ولكن بعد الفاصل فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله أخواني و أخواتي لكمال حديثنا فابقوا معنا مرحبا بكم عزائي المشاهدين من جديد ونكمل حديثنا وإياكم عن الشروط اللي حطوها للعلم ليه المفسر وذكرنا أن يشترطون في المفسر أن يكون جزء من جهده وعمله في القضية العلمية للوصول إلى المعنى أنه يدور في أقوال الصحابة في حال أنه ما وجد شيء زل ليش أقوال الصحابة ليش نحن ما زلنا هاي السؤال المهم ليش نحن ما زلنا متمسكين بأقوال ناس ماتوا من 1400 سنة وليح نستشهد ونقول لها الكلام ما قالوه ولا أهل فعل سووه ولا كان في عصرهم فبالتالي والله هاي مشروع أو غير مشروع بالنسبة حق هذه القضية مش بس في تفسير القرآن في كل الارتباطات الشرعية للمعنى سواء من حكم أو غيره فالقرآن يا جماعة قلنا ننزل عليهم ونزل فيهم وفي أحداث هم عاصروها وبلسان يفهمونهم وخاطبهم هم بشكل مباشر فطبيعي أن يكون أقرب حد لي فهم مراد هذا الكلام الناس اللي أنا تكلمت معهم فيه لما يوجه لك أنت لما يوجه لك أنت بشكل مباشر ويوجه لك بلغة أنت تفهمها وبناء على خلفيات أنت عايشها فهمك لها بيكون أحسن من فهم المستمع أنا لحين لما أتكلم مع هالقطر عن قضية معينة هي موجودة عندهم في المجتمع موجودة عندهم في المجتمع ويعرفون خلفياتها وحيثياتها وآجي على طرف منها أنت فهم كل المقصود من الكلام لأنك عارف الأحداث وعايشها لكن أخواننا من المثال من هالسعودية ولا هالإمارات ولا هالمصر ولا هال مفاهمين ممكن يكون فهم الكلام ككلام لكن ما راح يفهم المقصود الكامل من الكلام لأنه مبعايش هالقضية ويصل مبفاهم أنا مبفاهم أنا ليش هتكلم عن هالموضوع ولا بفاهم الجزئير فلان يمكن أن يكون عنده سؤال ليش قال هالكلام ليش قال هالكلام ما يجي فيه مخ كنت يالكطرية ليش لأنك تعايش هالقضية في مجتمعك فهمت فهالصحابة نفس الفكرة صحابة عايشين مجتمع معين فهمين لغة معينة يتعاملون بهذه اللغة فيصلون بفهمهم ومجتمعهم وحاضرهم والظروف الاجتماعية إلى فهم هذا النص فلذلك احنا ما زلنا متمسكين بأفهامهم مش متمسكين بأفهامهم بمعنى أن ما راح نفهم فهم زائد على فهمهم لا لكن متمسكين بأفهامهم كأصول عامة لفهم هذا الكلام ثم بعد ذلك رسول الله تعالى يفتح على من شاء بما شاء وفقا لهذه القواعد وهذا اللي حصل التابعين واللي بعدهم التابعين منهم الطبقة الثانية على الصحابة يقولوا التابعي هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام وشهده وفهم كلامه هذا الطبقة الثانية التابعين في جزء منهم فهم هذه القواعد وأتى بآراء في التفسير غير مخالفة لهذه القواعد لكن الصحابة ما تكلموا فيها أصلا ومعترضوا أهل اختصاص عليه ليش لأنه مبني على قواعد من هذه القواعد هذه الأشياء اللي ذكرناها قضية أنه والله القرآن بالقرآن ثم السنة القرآن تفسير القرآن بالسنة ثم بعد ذلك النظر فيه قوال الصحابة ثم بعد ذلك قضية مهمة من شروط التفسير وهي العلم باللغة العربية وهذا مبحث وائد مهم وائد حق اللي ما يعرف شو المعنى وائد يعني كثير عند كثير يعني يقولون وائد يقولون واجد يقولون مبحث مهم جدا يعني عشان نختصر الكلام كله فهو مبحث جدا مهم لأن اللغة هذه أوسي اللي حاطة بها مستحيل اللي حاطة باللغة وكل أوجهها مستحيل ولذلك الشافعي رحمه الله فيما يروع عنه أنه كان يقول ولا يحيط بالعربية إلا نبي لأن العرب ألسن وفي بعض الألسن ما وصلت إلى كل الناس ولذلك مثلا في مثلا من لغات العرب اللي كانت موجودة اللغة اللي كان يسمونها الكشكشة وقلب الكف إلى شين هذه ما زالت موجودة إلى اليوم عند بعض قبال العرب يعني نقول كيف حالك خلاص إذا جيت خاطب المرأة يقول كيف حالك كيف حالك حالك يا فلانا وبعضهم يقول كيف حالك يا فلانا وبعضهم يقول كيف حالتس يا فلانا إتس هذه وبعضهم يقول كيف حالش يا فلانا كيف حالش هذه الإش هذه يسمونها الكشكشة وكانت موجودة لغة عند العرب موجودة من ذاك الزمان مو من الحين يعني موجودة ما استعملت في القرآن صحيح ولكنها مسموعة فبعض العرب سمع بهذه اللغة بعضهم ما سمع بها بعض العرب سمع بلغة القلب اللي يقلبون الجيمي لا ياء بعض الناس ينتقد اليوم كلمة وايد وواجد لا واجد أفصح ما في شيء يسمى وايد الشجار وشير بينما العرب كان عندهم قضية القلب يذكر بن جني وغيره من أهل من أرباب اللغة اللي كتبوا في تاريخ اللغة وفي لغاتها المسموعة وكذا يذكرون فيما أذكر الآن عن الكساية الكساية واحد مئمة اللغة المتقدمين أما الكساية واحد في طبقته أن سمع بالقلب فأنكره سمع بالقلب فأنكره أنه يعني كيف تقلب الجيمي لا ياء وأنه كأن اللغة كانت عندها غير مسموعة فدل على العرب اللي كانوا يقلبون فقيل أنهم تميم وقيل غيرهم فجاء لمرأة من عجائزهم من أهل باديتهم اللي مختلط لسانها بلسان غيرها من لغات العرب فسألها فقال يا عامة الله أتقلب العرب الجيمياء قالت نعم ألم تسمع إلى شاعر بني فلان لما قال إذا لم يكن في كنا ظل ولا جني خاطب الشجرات يعني إذا لم يكن في كنا ظل ولا جني فقبح كنا الله من شيراتي شيراتي هكذا يعني روية مسموعة بهذه الطريقة وأنا إلى الآن أنا عندي أصهاري من أهل جنوب المملكة العربية السعودية لليوم في قراءهم وقضائلهم مع أنهم بعيدين جدا عن حاضرة الخليج لأنهم احنا متهمين في حاضرة الخليج أن احنا لنقلب هذولا في قراء في جنوب الجزيرة العربية ما زالوا يعيشون يقلبون أنا حضرتهم في مناسباتهم اجتماعية يقول فلان والله يا فلان بيقول إحنا ما لنا غير معتادين على الغبار والعجاج في ديرتنا تشي يقول والله يا حنا في الديرة هو يقول هالشكل ما إحنا متعودين على العياي وذيك السنة جاتنا عياية أنها دمرت المحصول كله يتكلم بهالطريق عياية يقصد عجاجة وهو رجل ما اختلت أصلا بحاضرة الخليج ومع ذلك عنده لغة القلب فوجود الألسن واللغات العربية فيه تعدد للمعنى عند العرب بحسب الاستعمال وحسب السياق إذا ما كان عندك علم بهذه الأدوات واللغة كيف أنت تستطيع أن تكون مفسران للقرآن الكريم فيحطون هذا الشرط أن يكون عنده دراية باللغة العربية وفروعها وعلومها من النحو والصرف والبلاغة وعلوم البيان وهذه عندهم بالنسبة لهم قضية مهمة جدا قاعدة ما يتنازلون عنها فهذه من الشروط أيضا اللي يضعونها للمفسر يضعون أيضا العلم بأصول العلوم المتعلقة بالقرآن لأن القرآن ما يفسر فقط باللغة يفسر بمجموعة من العلوم بأدوات كثيرة منها للطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها للطلاع على وصول التفسير ووصول الفقه ومنها للطلاع على علوم الحديث هذه كلها أدوات ليش؟ لأن أنت محتاج للحديث في فهم القرآن محتاج لأقوال الصحابة في فهم القرآن محتاج للتاريخ في فهم القرآن محتاج لمعرفة الروايات في فهم القرآن هذه كلها أمور محتاجها عشان تفهم القرآن فيقولون من شروط المفسر أن يكون عنده هذه العلوم أو على الأقل أن يكون عنده دراية قوية وتمكن من وصولها يذكرون أيضا أن يكون يعرف بدقة الفهم يعني رجل ذكي حاد النظر يبحث بصدق وحيادية علمية للوصول إلى معنى أنا أذكر لكم كل هذه القضايا أخواني وخواتي مش بس عشان نحن نتكلم عن شروط المفسر عند القدماء من أهل العلم لا هي القضية أن يقول لك كيف تحرز الناس تحرز كبير جدا في من يأخذون عنه فهم القرآن عشان ما يكون القرآن يعني مادة لكل من هب ودب يتكلم فيها بالتفسير وللأسف هذا الواقع الذي نعيشه أن القرآن صار لكل من هب ودب لذلك يقولون للأسف كل العلوم لها احترامة و هيبتها ألا علوم الشريعة وبما فيها القرآن والسلام صارت كالعلك يلوكه كل أحد يمي فيه يعني كل واحد لحق أن يتكلم فيه بينما لو تشوف كيف تعامل المسلمين في ذاك الوقت مع قضايا التفسير وكلها الشروط اللي حطوها ليش؟ عشان يقولون لك ترى هذا التفسير دين والدين لا يأخذ إلا من أهله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون الحق يستمعون القرآن والكلام والحق فيتبعون أحسنه نلقاكم إن شاء الله على خير في لقاء قادم إلى ذلك ومنحين أبقوا في طاعة الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله أهلين من الناس وإنه لكتاب عزيز انظروا وتأمنوا ماذا يقول القرآن عن القرآن إذا أراد الله أن يهدي العبد حبب إلى قلبه القرآن أهل القرآن أهل الله وخاصته اشتركوا في القناة